دخلت الفن أول امتحان امتحنته بعد ما الأستاذ عبدالحليم نصر شافني وداني أول فرصة لحياتي كممثلة دخلت الغنى ونجفت وكان أسادزة كبار جدا هما اللي بيمتحنوني أستاذ محمد سلطان وأستاذ حلمي بكر وأسادزة كتير جدا وهما أول كرنيء أخدتوا كان الكرنيء بتاعي بس أنا طول الوقت باخدها هواية يعني ما باخدهاش يعني أنا مؤدية أكتر من أني مطربة يعني مش يعني مطربة دي محتاجة لإمكانيات معلمة طب فيه أغرية تانية بتحضريها دلوقتي أو يعني اسمعها قريب أو كده فيش حاجة كده لا بس عايز أعمل حاجة تانية وأبو عايز يعملي حاجة وأنا لسه بفكر أنا وهو نعمل إيه ونعمل حاجة كده زي اللي فاتت ولا نعمل حاجة مختلفة لسه لسه بس شغل الموضوع في راسك يعني لأنها عايزين نسمع طبعا شغل طبعا شغل طبعا أول لما حلاقيها هقولها لك إن شاء الله حدا بيمتك الفنية مع كلها الأعمال السينمائية ودرامية الخيلدة وكلها الجوائز والتكريمات شو الحافز اللي بخليك تضلك تعطي وتقدمي أكتر وأكتر وأكتر الحافز الحقيقي إنه الجمهور بتاعي يعني أنا شئيت معاه وهو شئي معاه وحبينا بعض واحترامنا بعض وشايف أن دي نعمة ربنا بيديها لك إن كنت تكوني نجحة في شغلك وإن كنت تكوني مستمرة في شغلك طول الفترة دي دي نعمة كبيرة الشغل نعمة ونعمة عظيمة لازم تحافظي عليها اليوم اللي هحس إن أنا مش لازم أكون موجودة على الشاشة صدقيني أنا هختفي من غير حتى معلم ده بدون نقاش لكن طول ما ربنا مديني السحة والقدرة إن أنا أقدر أكمل هكمل يا حبيبتي ربنا يديك السحة وطولة العمر وتفضل يقدم لنا دايما أعمال نكحة كل سنة أكتر من قبلها يصرحنا بنلعب لعبة كده كل يوم مع السليبيتيز اللي بنقابلهم بنحذرك تلات كلمات كل كلمة بيبع عليها ألف ريال الفلوس دي بنجمعها وفي آخر الشهر الكريم إن شاء الله بيزنها في حلقة العيد أول متصل أول متصل اللي هي سعيد الحظ هيكسب الفلوس دي كلها إحنا لغاية دلوقتي مجمعين تقريبا تلاتة وعشرين ألف ريال فدلوقتي هنحذرك تلات كلمات أوكي؟ أوكي مبلش بأول كلمة سهلين مين المخرج يلي رحل عنا يلي أنت كتير 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 بتحبيه؟ الله يرحب يوسف شايد طبعا طبعا حبيبي طيب إذا بد إليك تشكرة تفندم ما رح أقول لأمتلك أبدا آسرا يا عبين ما رح أعرفه لأمتلك أبدا طيب تشكرة 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 فنان مصري فنان مصري يعني كنت بتحبيه كتير كنت بتحبيه كتير النجوم عملته مع بعض قد الإيمان طبعا قد الإيمان أنت بتصرعتها عليها يعني ما هي عارفة يوسرا بجد يعني نورتينا وقدي بساطة بطلتك على الشاشة معانا في البرنامج غير طلتك اللي بنشوفها كل يوم في المسلسل وإن شاء الله دايما في نجاح بتعيدة بيكم بس عايزة أقول لكم أن أنا بجد بجد معلش مش عارفة أصور نفسي ولا عارفة أطلع مظبوطة وإيدي بتتراقش وحلتي حالة لكن عشان معلش كل المجدات